مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي يعني فوائد الأرانيب أنا هدا الحلقة غادي نقدمها بحقيقة هاد الفوائد هي في حققها غير مباشرة أو فوائد عكسية يعني ماشي مل أنا غادي نقول لكم يعني عطي الملح الأرانيب غادي مثلا غادي سمانه غادي تكون واحدة يعني واحدة نتيجة وإنما تعامله مع الأمور بذكاء إحنا كنا نضروع على البذكاء إذن أول حاجة وهو الملح أمني غادي نعطيهم الأرانيب ديالنا أسمو غادي يوقع لهم الأرانيب ديالنا الأغلبية ديالهم كي ما كيبقوش يشربوا الماء إحنا يا أسمو كنديلولهم كنديلهم واحدة العملية ديال بتعطيش كيني كنعطشوهم يعني ممكن أن شحن واحد يعني مربي أرانيب عدبا ديه مثلا مبتدئ أو يعني محترف قد يفهمها الهدر اللي كنقوله بالنسبة الأرانيب اللي كتكون يالله ولدت يعني الأمهات اللي الله ولدو عشنو كيوقع؟ كيوقع أنهم كيمشيوش يبقوش شربوا الماء هذا عدم شرب ديال الماء اسمو كيوقع لهم أنهم كيدروا هدوك الخلفات الجداد علاش لأنه ولو كان نقوله العدد ديال الحلامات ديال الأم قد العدد الصغار ولكن الحليب مكاينش في ديال الحلامات تخيلوا معي أن أم ما فيهاش يعني الحليب والموربي دير المجهود ديالو ودير السيكالين ديالو مسائيل وصار فلوس ديال بالصح ولكن في اللقاء كيتفاجأ بالنتيجة أنه هدوك الصغار ما كيكبروش دغية أولا ويعني المشروع كيبقى كيتدمر شوية بشوية علاش لأنه ما فهمش أشنو هو الحليب في الجسم ديال الأم الحليب في الجسم ديال الأم وهو بمثابة أنتيبيوتيك أولا بمثابة تصميم بمثابة يعني الحياة ديال هدوك الصغير كيتفاجأ أنه كيبقى يموت له هدوك الخلفات الصغيرة ورين يالله بقي فيهم واحد شوية يعني الحيمات كيبقى يتفاجأ أنه كل نهار كيموت واحد علاش لأنه هدوك الحليب يعني ما غير كافي لهدوك الصغار ممكن أنه واحد مثلا نقوله واحد خلف فيها عشرة مثلا كيسلكون منها مثلا النص وكيبقى النص أو كيسلكون منها أربعة وكيبقى وستة هو ما فهمش علاش هدوه الطريقة هدوه راه مجربة وجد مجربة وهي الملح الملح طريقة دياله ديال السيمال ماشي غادي نمشيه وغادي نكبوه مثلا واحد ملعقة كبيرة ونكبوها مثلا في نص كيلو ديال السي كاريم ولا كيلو مثلا ديال السي كاريم لا ممكن أنه يعني المقادر هي كالتالي ممكن أنكم تتحطوا نصف ملعقة في كيلو ديال السي كاريم أو ربع ملعقة قاع ماشي مشكلة هي خاص الأرنب غي يتدوق هدك 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 يعني هدك الملح وكونوا متأكدين غادي غي يتدوقه مباشرة كيمشي كيمشي الأهى لهادوك ال الأكل اللي انتحاط طوله كيتدوق منه هدك الملح وكيمشي الماء مباشرة يلمشى الماء مباشرة كيوي لي أولا كيشرب المام زيال تخيلو غيف الصيف معنا اااا يعني الارنب ما كيشربش الماء ندبه فترة ديال الصيف را ممكن انكم هاده هاده الطريقة ديال الملح يعني غديت 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 يعني ذاك الميزان ديال الماء اللي ما كيشربووش يعني ذاك المعادلة غديت تلقوا انتوما النتيجة ديال ذاك المعادلة انكم يعني بغيتو هم يشربو الماء الناس اللي عندهم خلفات فاد الحرارة هادي الماء كيوليو انتقدت منه انهم يشربو الماء هلاش؟ لان المرأة وجعلنا من الماء كل شيء هاي ضروري انهم يشربو الماء بالاضافة ان هاد الملح ماشي غي قد تعطيش وانما هو كذلك فاتح للشاهية كنوا متأكدين ان الناس اللي عندهم ارانب فيهم ذاك التسلسل يعني عندهم ظهر ديالهم صافي متسلسل وفقدوا الشاهية مكيش الحل ديالهم يعني كيبقوا كيشوفو فيهم حتى كيموتوا بالدم العين ديالهم كينها الطريقة هادي ديولو محر شوية ديال الملح في الماء عفوان في مع الماكلة اسمو غادي وقع انه غادي يدوقوا هذا الملح للجسم ديالهم كيكون مرتابة مرتابة ما كيكونش فيها يعني كين وحد خطأ مثل الملح اسمو كيدير كيفيقهم كيفيقهم ذاك الغريزة ديال الاكل ديالهم كتتبدل عليهم الجو ديال الماكلة يعني اي كان يعني الفصاء ولا نخالة ولا ممكن تبدل درقا يعني يقدر طعم دياله حلو وانتم ما كتعطيهم درقا مني كتعطيهم معاهم سوية ديال الملح يعني التدوق ديالهم كيتبدل عليهم وممكن انهم يسترجعوا القوة ديالهم غير من ديك الخريصة ديال الملح ناهيك على المرضيعة تصدق المرضيعة ضروري الملح لان المرضيعة يعني احنا من نروش على المرضيعة ولكنها ضروري على الارنب الارنبة اللي الله ونلزم من لابد ما كتطيح شوية في الوزن اني كتطيح في الوزن كتلقاها يا اما بقى مهتمة بالصغر ديالها ونايدة انها تردعهم ويعني خدامة معهم زيان وكاينة الام اللي كتسمح في الصغار ديالها لاش انت كتكون ضعيفة مع ذاك شي ديال الولادة وكتكون الدم وكيكون ذاك الحرارة ديال الجسم ديالها كتكون يعني مرتفعة وكتكون هي مسكينة بحالي نقولوا فقدت من الوزن ديالها يعني خصوح طريقة ديال التعامل خصوح كيفاش نتعاملوا معها كيفاش ممكن ان نكون وانا نديروا له واحد معلقة ديال العسل عسل عادية من الشي ضرورة يكون انه غالي عسل عادية وممكن غير سكرة قاعدة تديرها لها مع الماء وتخليها تشرب من هذك الماء وتبديل عليها الماضاق احنا التعطيش او اضافة بعض الحلاوة في الماء هي كل شي هذش عبارة على تبديل في الماضاق ديال الاكل من يكي تبدل لهم ماضاق ديال الاكل كي الجسم كينتاعش كي يكون خاصة واحد المادة كتطيعوها لهم وكتساعدهم انهم ينوضوا يبدلوا الحيوية ديالهم كتتبدل والناشاط وكي يقولوا كأنك عطيتهم فيتامين ده الحلقة ديالنا هي هذي حاول انكم تعاملوا مع هذي الالانيب وهذه الموضوعات ديال التربية ديالالانيب حاولوا تتعاملوا معها بدكاء يعني انتم ما غا تعطيهم الملح ولكن غادي شي غادي انهم يديروا لهم بزاف ديال الكميات وغادي هما غادي اطرافهم شي حاجة ولا لا تعاملوا بدكاء اسموا هو الدكاء هو انكم تخلوا الالانيب ديالكم يعطشوا تعطيش هي عملية تعطيش ببساطة عملية تعطيش اذا حلقة ديالنا هي هذي راح حلقة مهمة وراها انك اعتبرها هدية لكل المتسبعي دي دي صمدي كنشكركم على التعاليق ديالكم ما تنسوناش بجزير الجامل ضروري انكم ديروا الجامل للقناة باش يعني القناة تستمر وممكن اننا نقنصف لكم فيديويات بحال هذا الشكل هذا كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيوا لزير الجرس الناس لمجال ما شرقوش معنا وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة